لكن خلينا في القضية المتعلقة بالمنتخب والنادي الاهلي والتناول اعلامي ولكن قبل ما نروح لصاحب الشأن في التناول اعلامي كان فيه احد المواقع انا مش هذكر اسمه حمل المدير الفني للنادي الاهلي خسارة المنتخب المصري امام اسيوبيا موضوع صعب جدا وبالتالي مش هديله اكتر من سطر لانه لا يستحق اكتر من هذا السطر نروح بقى للكابتن متحة شلبي وحديثه وتناوله الاعلامي لما هو متعلق بالمباراة لمنتخب مصر وهو متعلق باجراءات وقوانين ولواقح واهمال وربما تآمر في اجراءات المفترض يعني ضيعت فرصة على الدولة المصرية لارباح واموال ونحية تسوقية واشاء كثيرة جدا وضعت فرصة على النادي الاهلي انه كان يكون اقرب لحظة لقب دوري ابطال افريقيا للمرة التالتة على التوالي نشوف الكابتن متحة شلبي سيبنا بقى من المؤامرة بتاعت الاتحاد الافريق والمؤامرة بتاعت الاتحاد الكورة لان انا بسمي برضو اللي حصل في اتحاد الكورة ده ليس له اي معنى اخر الا ان هو مؤامرة طبعا يعني ما يرقاش الى اهمال طبعا ما يبقى حضرتك انت لما عرضت الجواب بتاع الاتحاد الافريقي نعم اول بند في السبع بطولات ايه دوري ابطال افريقي كاف شامبيونز ليج مزبوط فاينال يعني كاف شامبيونز ليج فاينال مزبوط يبقى اذا ده اول حاجة اول حاجة تتشل طب بتتشل ايه يبقى ده مؤامرة ما الهاش معنى تاني يعني ما حاجش تزعل مني استاذ واليد العطار والاستاذ جمال علمك واصدقاء ومحترمين كل حاجة انت كمان استجام ده اوي مؤامرة دي لا اما ها مالهاش مالهاش تفسير ايه حضراتك الفصل يعني نقدر نحطها في اطار ايه يا سيد ايمان ويعني انا شايفها اهمال شديد يعني اهمال شديد وعدم تقدير للموقع تعرف لو اهمال شديد كان مثلا الجواب كله مراحش او مخرجش المفروض تبعت الجواب ليهم لكل الاندية اللي هي مشاركة في طولة افريقيا نعم وانت كالتحاد كورة انت المفروض تطلب طب مش معنى طلبت الحاجات التانية مش معنى طلبت الكونفيدرالية طلبت البطولات اللي هي الضاقة بتاعة تلاتة عشرين سنة وشاطئية 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 وكلام الكلام طب انا عايز اقف في الحتة دي يا سيد زراجون وستأذن حقا يبقى ايزا ده ليس له معنى اخر الا المؤامرة يعني ارسو برضو مؤامرة دي جامده او يعني هل التحاد كورة مالوش رغبة اهمال ان الاهلي اه يعني ممكن نوصلها اهمال ما انت ما اهملتش في البطولات التانية مش معنى دي اللي شلتها ما هو ده مش اهمال بقى ده تعمد يعني ده تعمد يعني مين هيكون له رغبة انه الاهلي طب ما هو تفسيرها ايه تاني اهمل طيق ركز معايا كده بهدوء واسمع كلام استاذ ردوان الزياتي بوضوح اللي انت لو حطيت ملف الخطاب اللي تم اخفائه وارسال لوزارة الشباب الرياضة خطاب اخر وشهاي للبند رقم واحد البند رقم واحد وهو بالتالي الاكتر اهمية مش هتصل الا الى النهاية اللي وصل لها الاستاذ ردوان الزياتي لكن ركز مع الكابتن متحة شلبي وازاي قادر اوجه الضيف الحاضر للتخفيف بس ايه يعبر الضيف ده بوجهة نظر انا عايزها يعني ايه يعني انا قلت له ايه جامده اوى دي يا استاذ ردوان الزياتي المؤامرة فلاقيت الاستاذ ردوان الزياتي مكمل فهعمل ايه في ضيف تاني موجود وهو الاستاذ حامل بادرة فلما رح له الاستاذ ايمان بادرة فلما رح له بالتوجه ده انت ايه رأيك يا استاذ ايمان مش جامده قوي المؤامرة دي اي واحد هيكون متواجد مكان الاستاذ ايمان بادرة فهم المقدم البرامج عايز يوجهه لفين او عايز يقلل الحدة ازاي فراح الاستاذ ايمان بادرة قال اهمال شديد اللي هي الجملة او الكلمة اللي كان عقب عليها الكابتن متحة شربي فطبعا اللي درس صحة نفسية ودرس علم نفسه واللي بيشوف الحدث وفهم يعني ايه تقدر توجه الضيف بشكل او تقلل حد الضيف ولكن الاستاذ ردوان الزياتي ما فرقش معاه قال له قل لي دي اسمها ايه غير المؤامرة الاهمال ده لو انا اهملت الخطاب بالكامل لكن لما شير رقم واحد هي ملهاش غير معنى واحد المؤامرة ولكن الكابتن متحة شلبي كان بيتعامل مرها في الحس شوية مع خطاب الاتحاد المصري للوزارة كابتن متحة شلبي يعني انا عايز اقولك هو كان مصاب بحالة من محاولة الخروج من ازمة كابتن متحة شلبي يا جماعة المتابع لبرنامجه لم يعتد من فترة طويلة جدا انه يبقى قدامه ضيف بيدافع عن حق النادي الاهلي في حاجة بالشكل ده انس يعني احلاق غالبا نوعية الضيوف دي مش هي ضيوف كابتن متحة شلبي خالص ويراجع كده على مدار آخر 4-5 سنوات شوف ضيوفه كانوا بيبقوا يعني قراءهم ايه او توجهاتهم ايه او موقفهم من قضايا النادي الاهلي ايه فهو تحط في كورنر اهمال اهمال لا مؤامرة لا اهمال مشكلة الرد بالأدلة تفصلي برضو ما فيش تفسير ده كان الكلام قبل موضوع اتحاد كرة القدم ونتيجة اسيوبيا طيب نتيجة اسيوبيا مباراة بيلعبها منتخب مصر بتحقق فيها نتيجة سيئة جدا ده سيئة جدا كل حاجة سيئة جدا اكيد ولكن الموضوع في اطار كرة القدم وفي اطار اختيار وفي اطار ان كابتن متحة شلبي نفسها نفس وقتها يعني ما طلعش وقف وقال يا جماعة الاختيار ده لا يصلح كابتن ايهاب جلال وقتها ما قالش لا انا مش موافق ومش مؤيد كابتن متحة شلبي كان بيبارك وبيشوف وين ادي فرصة وبتاع طب كابتن متحة شلبي اللي كان بيتعامل مع الموضوع انه هو مجرد اختيار لمدرب لما خسرنا قدام اسيوبيا طلع قال ايه نسمع ونشوف هناك اجتماع طارق لمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة تدعيات هذه المباراة اأمل يا استاذ جمالي علام ومجلسك الموقر من تقديم استقالة فورية لا نقبل على الاطلاق اي اعذار طب خلينا اقول لكم بما ان الكلام جاب بعضه وفي مجلس دلوقتي منعقد ويريت يوصلوا لهم على الهوى كلامنا الاخطاء الفادحة لهذا المجلس قبل ما تكلم على اخطاء جهاز اللي لازم دا يمشي ولازم دا يمشي قولا واحدا المصريين لن يتحملوا اطلاقا هذه المهانة الكروية وبقول مهانة كروية بكل ما تحمل الكلمة من معنى تخيلوا من احصايات هذه المباراة ان الشوت الاول بالكامل 45 دقيقة لم تسدد كرة واحدة على مرمى اثيوبيا اولا في تدريبات المنتخب الحالي ستاس جماع العلام كان بيحضر يقعد في التراك وفي ايده كوباية الشاة واحد يقول لي وقعي لا لا اللعيب في ارضية الملعب دول لازم يشعروا بقمة الانضباط بقمة الانضباط اقسم بالله احنا النهاردة كنا فريق شركات احنا النهاردة نلعب في دور الشركات ما نلعبش في طولة افريق نلعب في دور الشركات ارجع لكم مرة تانية لجمال علام جمال علام بصراحة كده ضحك علينا كلنا جمال علام سوق للرأي العام المصري ان كيروش لا يريد الاستمرار وهذه غير حقيقة وانا بقول لكم وانا عارف انا بقول ايه وكيروش قبل ما يمشي قال لو عاديت تعرفه انا مشيت ليه اسأله وليد العطار وعمر حسين احنا فرطنا في مدير فني علامي يا سلام عليك يا كابت المتحة شلبي بتاع القضايا يا سلام عليك يا كابتن متحة شلبي يعني هنا كابتن متحة شلبي النسخة بتاعت القضايا نسخة الاصلاحية اللي لا تتقبل ده ابدا استقيل يا مجلس ادارة اتحاد الكرة استقيل يا جمال علام ضحكت علينا وتأمرت علينا بانك روكت لنا فكرة ان كيروش عايزة استقيل كل ده شوف يا اخي الحدة وشوف الموقف على الجنب الاخر في قضية النادي الاهلي اهمال عدت كده يعني لا ترقى لدرجة المؤامرة يا استاذ ايمان بدرة ويا استاذ ردوان الزياتي يعني ما تظلموش الناس حاجة تانية ده عايز الراجل يمشي عشان كان بيروح التدريب بكوباية شاي يعني هو عايزه يمشي عشان بيروح التدريب بكوباية شاي انما مش عايزه يمشي عشان مضى على جواب رسمي متشال فيه البطولة الاولى في التنظيم وهي دورة ابطال افريقيا هل حد شايف ان ده ميزام في رؤية الامور ممكن حد يتقبله الحاجة اللي لا يمكن حد يتقبلها بتمشي وتعد ويتقال ان هي اهمال الحاجة اللي ممكن اراء ووارد قرار خطأ يتقال لا استقيله حالا منفعش تعوده مجلس جمال علام لازم يرحل هو ده زي ما انتو بتشوفوا كابتن متحة شلبي وزي ما قالوكو اسامة الحس المرهف ولكن في اماكن معينة